أقزر حالة طلاق من زوج لزوجته وهو مهندس في شكل غير إنساني ربنا هيقعده له إيه الحكاية وإيه الموضوة مع المهندس المصري اللي أحكي لكم حكايته النهاردة لايك وشير واشترك في القناة واسمع الحكاية عشان تعرف إن احنا ربنا بس اللحمينا وحافظنا في وقع صادمة قام أحد المهندسين المصريين بطلق زوجته وهي على سرير الولادة بعد إن جابها طفل من طفلة من زاوي الهمة الطفلة كانت مصابة بمتلازمة داون وهو سابها في المستشفى بعد ما ولدت علشان خلفت له بنت معاكة طب المشهل مشي إزاي خلفت الأم دخل الباشا عليها اللي هو الأب والزوج في اللحظة دي بقى عارف من الدكتور وشاف المنت مش نازلة طبيعية متلازمة داون ومن زاوي الهمم قام وهي على سرير الولادة يعني وهي نفسها بيسموها نفسها لسه اللي هي والحمد لله على سلامها يا حبيبتي ويجيبه الورد ويجيبه 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 الباشا دخل عليها قال لها أنا بخلفش أطفال معاقين انت طالب وطلق مراته اللي جنبها في نفس اللحظة بنته المعاقل لربنا اللي خلق ما هو ربنا اللي خلقه وحد فينا خلق نفسه يا جماعة وطلقها وهي في الظروف دي وفي الحالة دي علشان عارف ان بنته هتبقى معاقة معايا ما دا الحياة فما استحملش وقال لها أنا ما بخلفش أطفال معاقل اللي هو ايه يعني اللي هو ايه بخلفش اللي هو ايه ومهندس يعني على درجة علمية كبيرة تخيلوا جماعة النماذج دي موجودة في مجتمعنا تخيلوا ان في حد عايش بيعمل كده زي بنوع من التارية على الزوجات اللي بيطلبوا خلال أسباب تافها طب ايه رأيكو بقى في هذا الظلم ايه رأيكو في نفسية الست دي بتتطلق وجنبها بنتها اللي لسه بخلي فيها المعاقل قالت الست قالت طبعا الموقف قاسي جدا غير تعب الولادة والقلم اللي كانتعيشها طبعا الجزئية الخاصة بالتعب النفسي بقى بعد الطلاق بالشكل دوت لكن قالت كلمات بقى شو تبقى ربك لما بيحط في القلب معايا بنت زاوي همم واحد طلقني وانا على سير الولادة رضي بقضاء الله واللي ربنا كتبهولي الحمد لله على كل شيء وبنتي دي مالهاش زنب في اللي هو عمله وانا انا عايش بيها بقية حياتي والوحدي طبعا القانون والمحامة الناس لنوا تكلموا كنوا ان هو طلقها كده غزبين عنه بالقانون يفضل يصرف على بنته تاني عشان الكلمة دي بقى لو بتوجعه بقى هو شف الفيديو ده على بنتك المريضة اللي ربنا اراد انها تتولد وهي عندها اعاقة ان انت تفضل تصرف عليها الى ما شاء الله بحكم القانون يبقى كلمة انت طالق وما بخلفش عيال معاقة يلا حبيبي بالقانون والاسول فهو ده القانون ان الابن المعاق طبعا تفضل تصرف عليه لحين وفاته القانون بيقول كده يا جماعة ان القانون بيقول ان المصاريف دي تبقى بحكم القانون الى ان يحين وفات الابن المعاق الموضوع غير خلي بالك يعني فطبعا الموضوع كان صعب جدا جدا حبيت ان انا شاركه مع حضراتكم ربنا يكون في عون الام ديت جزها ده بقى انا عاوزكم بعد الفيديو ده تحتيه كده من فضلكم لو صادفتي يعني الفيديو ده وشفته كل واحد يكتب تعليق او لا لا كل واحد يوجه الرسالة للمهندس اللي طلقها ده انا عاوزكم تقوله رأيكم وتوجهه له رسالة وكلمة تحت هذا الفيديو ونلايك ونشير ونشترك وربنا يسطر عالجميع